موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب الصف العاشر وألتقي بكم في حلقة جديدة من حلقات دراستنا في علم الأحياء حلقة النهاردة هيكون حلقة بسيطة جدا لأنها ليها علاقة بموضوع كنا درسناه في المراحل السابقة وهي بعنوان كيفية انتقال الطاقة أو بمعنى آخر كنا درسناها السلاسل والشبكات الغذائية تعالوا نتذكر معلومة مهمة جدا كل درسناها في السابق إن الكائن الحي بيستطيع الحصول على الطاقة من خلال الغذاء الذي يتناوله إنما تناول الكائن الحي للغذاء ليس كافي لكي يحصل على الطاقة لابد من الاستفادة منه إنه يستطيع حرق هذا الغذاء من خلال عملية التنفس عملية التنفس اللي محتاجين فيها غاز الأكسوجين اللي من خلاله يتم الاستفادة من هذا الغذاء هنجد إن القصة بدأت من الشمس الشمس اللي بترسل كامل طاقتها الضوئية إلى أهم كائن على كوكب الأرض وهي النباتات الخضراء النباتات الخضراء مهمة جدا لأنها تقوم بعملية البناء الضوئي اللي بتحول فيها طاقة الشمس وثاني أكسيد الكربون إلى غذاء مخزن في جزور وسيقان وأوراق النبات بعد كده هذا النبات يتم تناوله من قبل الكائنات الحية الأخرى مثل الدجاج وبكده تنتقل الطاقة من النبات إلى الكائن الآخر حتى تصل إلى الإنسان في نهاية الأمر بنجد إن هذا الأمر ممكن نلخصه فيه مصطلح اسمه السلسلة الغذائية اللي بنعرفها إنها مصار لانتقال الطاقة من كائن حي إلى آخر إنما لا بد أن تبدأ هذه السلسلة من كائن منتج لأنها الكائن الوحيد الذي يستطيع صنع غذاءه بنفسه من خلال عملية البناء الضوئي وإن يكون وسيلة لباقي الكائنات الأخرى إنها تحصل على الغذاء منه أما الأسهم اللي كانت موجودة معانا فيه الرسم السابق هذا بتوضح اتجاه انتقال الطاقة زي الأمثلة اللي هنشوفها معانا دلوقتي ده هيكون معانا مثال لسلسلة غذائية موجود بدايتها القمح أو نبات منتج القمح غذاء مقدم إلى الدجاج شايفين اتجاه السهم والدجاج غذاء مقدم إلى الإنسان ده شكل سلسلة غذائية ممكن تكون سلسلة غذائية أيضا موجودة في البحر بشكل طبيعي جدا طيب هل يا طرى بنجد نباتات موجودة عندنا في البحار؟ أيوة بتكون على شكل عوالق نباتية أو ممكن تكون طحالب خضراء المهم إنها كائنات بتحتوي على صفغ الكولوروفيل اللي بيمكنها من عملية البناء الضوئي هذه العوالق النباتية بتكون مصدر غذاء مقدم إلى بعض الكائنات القشريات على سبيل المثال ثم تكون هذه القشريات غذاء مقدم إلى الأسماك الصغيرة وممكن يتم استكمال السلسلة بعد الأسماك الصغيرة أسماك أكبر حتى تنتهي بسمك القرش ده نموذج مبسط للسلسلة الغذائية طيب يا طرى إيه الفرق بين السلسلة الغذائية والشبكة الغذائية؟ هنجد إن الأساس واحد بدايتها كائن منتج إنما الإختلاص بنجد إن الشبكة الغذائية مجموعة من السلاسل الغذائية المرتبطة والمتشابكة معا بهذا الشكل هذه تمثل شبكات غذائية مختلفة أساس الشبكة لابد أن تكون كائنات منتجة مثل العشب أو صمر العليق أو ممكن تكون أشجار أو ممكن تكون نباتات قمح جزر أي نوع من أنواع النباتات أما في الشبكة الغذائية البحرية لابد أن تكون بدايتها عوالق نباتية زي ما احنا شايفين إذن الأساس لابد أن يكون كائن منتج بنجد إن أنواع الكائنات في السلاسل الغذائية ودي نقطة مهمة جدا بيكون عندنا أحد نوعين إما تكون كائنات منتجة موجودة في بداية السلسلة أو في بداية الشبكة والكائنات الأخرى بتكون كائنات مستهلكة أما الكائنات المستهلكة هنبدأ نجد منها أنواع مختلفة الكائن المنتج فقط عارفينه أنه النبات الأغضر أو التحالب أما الكائنات المستهلكة بنجد منها مستهلكات آكلة الأعشاب أو مستهلكات تأكل اللحوم ومستهلكات أخرى تتغزى على الأعشاب واللحوم بنطلق عليها المستهلكات القارطة في المثال اللي موجود معنا بنجد أن المستهلكات آكلات الأعشاب دايما تكون في هذا المستوى مثلا الجرادة تتغزى على العشب إذن هنصنف الجرادة أنها مستهلك أول آكل للأعشاب بما أن الجرادة غزاء مقدم للعنكبوت أو بمعنى آخر أن العنكبوت بيتغزى على الجرادة يبقى هنجد أن العنكبوت يصنف أنه كائن مستهلك آكل للحوم لأن ببساطة العنكبوت في هذه السلسلة لا يتناول العشب تناول الجرادة فيكون مستهلك من الدرجة التانية زي ما احنا شايفين وهكذا في باقي السلسلة أما دلوقتي هنتعرف على مفهوم مهم جدا يعرف بفقدان الطاقة بنجد أن عندنا في السلسلة الغذائية دايما بيحدث فقد في الطاقة لأن جزء منها ممكن يفقد من خلال عملية التنفس وبيكون الفقد في الطاقة على شكل حرارة الأمر الآخر أن عندما يتغزى كائن حي على كائن حي آخر لا يتناولوا بالكامل على سبيل المثال عندما تأكل ثمرة من الموز هل يطرى بتأكلها جميعها بقشراها بكل شيء؟ لا أكيد طبعا جزء منها بيفقد لا يتم تناوله وإذا بتتناول مثلا وجبة من الدجاج هل بتأكل جميع أجزاء الدجاجة؟ بالريش، بالعظام، بكل شيء؟ أكيد طبعا الإجابة لا فبالتالي جزء من هذه الطاقة بيفقد جزء منها زي ما عرفنا بيفقد في التنفس والجزء الآخر بيفقد أنه لا يتم تناول الكائن حي بأكمله فقدان الطاقة بيحصل من مستوى غذائي إلى الآخر علشان كده بنجد دايما أن أكبر سلسلة غذائية ممكن تكون إلى المستوى الخامس وليس أكثر من ذلك يا ترى ليه؟ لأن الطاقة المتوفرة حتى تصل إلى هذا الكائن في المستوى الخامس هتجد قدر ضئيل جدا من الطاقة لأنها بدأت تقل من المستوى الذي يليها والمستوى الذي يليها إذن هيصل إليها جزء بسيط جدا من الطاقة ودي نقطة مهمة جدا بتحدث فيه النظام الغذائي وهو ما يعرف بفقدان الطاقة أما دلوقتي مجموعة بسيطة من الأسئلة نثبت بيها المفاهيم الخاصة بيها المصدر الرئيسي للطاقة في الكائنات الحية أكيد طبعا الشمس لأن الشمس زي ما قلنا بتعطي كامل طاقتها إلى الكائنات المنتجة وطالما ذكرت الكائنات المنتجة يبقى أقصد مباشرة النباتات والعوالق النباتية والطحالب كون سلسلة غذائية تنتهي بإنسان الأمثلة كثيرة جدا ممكن نبدأها وأكيد نبدأها بالذرة ثم الماشية على سبيل المثال تتغذى على الظرة والإنسان يتناول لحوم الماشية وهكذا وضح سلسلة غذائية أخرى توجد فيه البحر ممكن نبدأ بالعوالق النباتية وهذا أمر أساسي في السلاسل والشبكات الغذائية نبدأها بكائن منتج وتكون هذه العوالق النباتية غذاء مقدم إلى العوالق الحيوانية أكبر شوية في السلسلة ثم أسماك صغيرة يليها أسماك أكبر شوية وهي أسماك القرش يبقى كده وصلنا لسلسلة غذائية موجودة في البحر اذكر سلسلة تتضمن خمسة مستويات غذائية طيب أنا عندي هنا أربعة مستويات ممكن أضيف مستوى خامس وتكون السلسلة موجودة بهذا الشكل عوالق نباتية عوالق حيوانية ثم أسماك صغيرة وممكن نضع هنا في المنتصف الفقمة أو أحد الكائنات التي تتناول الأسماك الصغيرة وبكده نحصل على سلسلة غذائية مكونة من خمسة مستويات أراجع معاك نقطة مهمة أن العوالق النباتية بيكون أكبر الكائنات بتحتوي على طاقة لأنها ببساطة أخذت كامل طاقتها من الشمس ابتدت العوالق الحيوانية تفقد جزء من هذه الطاقة والأسماك الصغيرة تفقد جزء من العوالق الحيوانية التي فقدت جزء من طاقتها أيضا وهكذا إذن بنجد أسماك القرش يصل إليها قدر ضئيل من الطاقة لأنها في المستوى الخامس وده سؤالنا النهائي لماذا ينظر وجود أكثر من خمسة مستويات في السلسلة الغذائية لأننا زي ما قلنا كلما انتقلنا من مستوى غذائي موجود في السلسلة الغذائية يقل مقدار الطاقة الأصلية اللي كانت أساسها الشمس وتبدأ هذه الكائنات الحية تستهلك جزء من الطاقة من مصدر غذائي إلى آخر ممكن تكون هذا الجزء بيستخدم فيه النمو، العيش، التنفس، جزء منها بيخرج على شكل فضلات فبنجد أن مقدار ضئيل جدا هو الذي بيتبقى في نهاية السلسلة اللي موجود فيه عندنا المستوى الخامس أو المستهلك الأخير في السلسلة الغذائية موجود معنا نمط آخر من الأسئلة حدد الكائنات المنتجة في هذه الشبكة المقابلة هنجد أني لازم تبدأ عندي بالأعشاب أو سمر العليق أو نبات القراص لأن هذه كلها عبارة عن نباتات أو كائنات منتجة حدد كائن مستهلك آكل للحوم إذن هبحث عن الحيوان أو الكائن الحي الذي يتغذى على مستهلك آكل للأعشاب مثل مثلا الثعلب يتغذى على الأرنب مثل العوسق الذي يتغذى على فأر الحقل وهكذا في باقي الكائنات والأمثلة كثيرة ممكن نضم إليهم أيضا البومة ما الذي يحدث للكائنات في الشبكة الغذائية إذا انقرض فأر الحقل هنا بنبدأ نفسر الأشكال والمعلومات الموجودة في هذه الرسوم فأر الحقل يمثل الغذاء لكل من السعلب والعوسق والبومة إذا اختفى فأر الحقل هنجد أنه بتقل الأعداد العوسق بشكل كبير لأنها مصدر غذاء بالنسبة له بينما عدد الأرنب هيبدأ أنه يزداد عارفين ليه؟ لأن فأر الحقل أيضا كان بيتغذى على العشب فإذا مش موجود فأر الحقل إذن هيتوفر المزيد من العشب للأرنب اللي بتزيد أعدادها نتيجة قلة فقران الحقل أما السؤال الأخير حدث سلسلة غذائية على شرط أن تتضمن حشرة المن تعالوا نشوف حشرة المن موجودة فين؟ حشرة المن موجودة هنا بتتغذى على نبات القراث يبقى هنبدأ بيها لازم كائن منتك ثم حشرة المن وحشرة المن بتمثل غذاء إلى الخنفساء على سبيل المثال يبقى كده أدرجنا هذه الحشرة ضمن سلسلة غذائية تعالوا نشوف مع بعض المزيد من الأسئلة وأفكار وأغماط جديدة هنا هنتعرف في هذا الرسم التخطيتي على مقدار الطاقة اللي موجودة في أربع مستويات مختلفة في السلسلة الغذائية وهنبدأ كمان نحسب فقد الطاقة في كل مستوى من المستويات بنجد هنا من البداية أنه عندي هذا الكائن الحي زي ما احنا شايفين يموجود لديه أكبر قدر من الطاقة إذن أستنتج أن هذا الكائن لابد أن يكون نبات والنبات هيكون كائن منتك والكائن الذي يليه هنطلق عليه مستهلك أول أو ممكن نطلق عليه أنه مستهلك آكل للأعشاب ثم المستهلك الثاني أو مستهلك آكل للحوم ويليه مستهلك ثالث وهو أيضا آكل للحوم إذا لاحظنا هنا أنه بيحصل عندي فقد في الطاقة من مستوى لآخر بس قبل ما نحسبها تعالوا نشوف مع بعض المقصود ومصطلح المستوى الغذائي بنطلق عليه أنه موقع الكائن الحي في السلسلة أو الشبكة الغذائية وفقا لسلوكه الغذائي يعني مستهلك آكل للأعشاب مستهلك آكل للحوم وهكذا هنا بنحسب النسبة المقاوية للطاقة التي انتقلت من المستوى الغذائي الأول إلى المستوى الغذائي الرابع هذا المستوى الغذائي الأول اللي فيه الكائن المنتج الثاني الثالث الرابع يا طرى فقد الطاقة قد إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض هنحسبها إزاي أنا عندي وصلت إلى عشرين يبقى هبدأ أحسب مقدار الطاقة اللي وصل إليها على مقدار الطاقة الأصلية وبضربها في مئة لإن محتاج نسبة مئوية يبقى عشرين قسمة عشرين ألف تمنمية وعشرة ضرب مية هيكون عندي مقدار النسبة المئوية للطاقة اللي موجودة عندي في هذا المستوى واحد من عشرة في المية أما السؤال التالي صف ما يحدث للطاقة المتبقية والتي لم تنتقل من المستوى الغذائي الأول إلى المستوى الغذائي الرابع راح فين هذه الطاقة؟ هنجد إن جزء منها بيفقد على شكل حرارة زي ما قلنا وممكن يحدث هذا الأمر في عملية التنفس لماذا تكون جماعات الحيوية للحيوانات المفترسة أقل عدداً من الجماعات الحيوية لثرائسها؟ تعالوا ناخد هذا المثال بطريقة أخرى علشان نقدر نفهمه إحنا عارفين إن أسماك القرش ممكن تفترس الإنسان هل يعترى أسماك القرش ممكن يكون عددها أكبر من أعداد الإنسان؟ ساعتها هيكون مشكلة كبيرة جداً هتكون إجابتنا إنه لا تتوفر طاقة كافية متاحة في جميع المستويات الغذائية اللي إحنا درسناها وخاصة المستويات الغذائية الأعلى المستوى الرابع والخامس بسبب طبعاً هذه الأعداد إذا أصبحت كبيرة جداً هنجد إن في هذا النمط من الأسئلة عبارة عن أنماط مختلفة من الكائنات الحية بتربطها عبارات وعلاقات معينة بينها وبين بعضها البعض من خلال فهمنا لهذه العلاقات نقدر نكون شبكة غذائية إيه رأيكم؟ هترك ليكم إنك تتتبع وجود سلوك الحيوانات وانتقال الطاقة من كائن إلى آخر وتقوم بمراجعة الشبكة الغذائية اللي موجودة معينة بهذا الشكل إنما دلوقتي هنشوف بعض الأسئلة اللي مرتبطة بهذا الأمر بعد ما تم إعداد الشبكة الغذائية بعد فهمنا لهذه الفقرة أكتب أسماء الكائنات الحية المذكورة في هذا النص إنما وفق تكوينها وتصنفها على أساس إنها كائنات منتجة أو مستهلكة أولى أو ثانوية أو ثالثة تعالوا نشوف مع بعض بداية الشبكة لابد أن تكون كائنات منتجة اللي في حالتنا هنا العشاب البحرية والعوالق النباتية والطحالب يليها الكائنات المستهلكة الأولى أو اللي بنطلق عليها آكلة الأعشاب بمعنى إنها الكائنات التي تأخذ هذه الكائنات المنتجة مصدر لها للطعام بنجد إنها موجودة السلاحف وأبقار البحر وأسماك السلمون وموجود معانا السرطان العابس والحلزين الطينية يليها في السلسلة المستهلكات الثانية آكلة اللحوم بنجد موجود معانا شعبة أخرى وهي اللي موجودة في هذا المستوى طولة الزعنفة الصفراء وباقي الكائنات أما في المستوى الأخير أو المستهلكات الثالثة وهي أيضا آكلة للحوم بنجد الحوت القاتل وحوت العنبر أما النمط الأخير من الأسئلة في حلقتنا هيكون هنا عبارة عن رسم بيوضح تدفق الطاقة من كائن إلى آخر ومقدار فقدان الطاقة اللي بيحصل مع كل مستوى بنجد إن موجود عندي هذا العشب اللي بيتناوله هذا الثور اللي موجود على جسمه نوعين من الكائنات الحية اللي هي حشرات القراد والطائر الأفريقي هنا بنجد إن هذا العشب تناوله الثور وأخذ الطاقة المخزنة في هذا الطعام جزء منها وهو 5% فقط تم إن هو نمو الأنسجة الخاصة بهذا الثور و60% من الطاقة اللي حصل عليها من هذا الطعام أو العشب خرجت على شكل فضلات لأن مش كل الكائنات الحية اللي بنتناولها بنأكلها بالكامل ونستفيد منها بيكون منها جزء ألياف أو جزء من القشور بيخرج دايماً على شكل فضلات السؤال الأول ما المقصود بمصطلح آكلات الأعشاب يبقى هي حيوانات مثل الثور تحصل على طاقتها من خلال تناول النبات كغذاء زي المثال معنا كائنات عديدة جداً مثل الأرنب مثل الثور مثل الدجاجة جميعها مستهلكات آكلة للأعشاب احسب النسبة المقوية للطاقة التي لم تخزن في أنسجة الثور ولم تتضفق خارج الجسم بمعنى أن أجمع هذه النسبة مع نسبة الفضلات الناتجة منه هيكون 65 وأطرحها من 100% هتكون النسبة المقوية المتبقية 35% أذكر ثلاثة استخدامات للطاقة التي لم تخزن ولم تتضفق خارج جسم الثور ممكن تفقد على شكل حرارة ممكن تكون استخدمها في العضلات أب تخرج على شكل حركة ممكن في الهضم ممكن في عملية بناء وأنسجة الثور ممكن في التكاثر صور متعددة كثيرة جداً نستهلك الطاقة اللي بنحصل عليها أثناء حصولنا على الغذاء يوضح الرسم التخطيطي أربعة مستويات غذائية حيث يتغذى القراد على دم الثور ويتغذى الطائر الأفريقي على القراد اللي موجود على ظهر الثور بينما الثور نفسه بيتغذى على الأعشاب عايزين هذه العلاقة نترجمها على شكل سلسلة غذائية اللي بتبدأ دايماً بكاء المنتج هيكون العشب العشب غذاء مقدم إلى الثور الثور هيكون دم الثور غذاء مقدم لحشرة القراد أو الحشرات اللي موجودة على الثور والطائر الأفريقي بيتغذى على هذه الحشرة ما المقصود بمصطلح المستوى الغذائي اللي سبق وأخدناه من لحظات سابقة وهو موقع الكائن الحي في سلسلة أو شبكة غذائية وفقاً لسلوكه الغذائي إن عدد أفراد الكائنات الحية عند مستوى المستهلك الثاني اللي موجود في هذه الحالة القراد مستهلك ثاني لأن الثورة مستهلك أول آكل للعشب أكبر من عددها عند مستوى المستهلك الأول اشرح سبب حدوث ذلك ليه بنجد إن أعداد الحشرات أكبر من أعداد الثيران مع إن المفروض يحصل العكس لكن هتكون إجابتنا إن مجموعة كتلة حشرة القراد مجموعة كتلتها جامعها أصغر من كتلة الثور وهذا منطقي للغاية علشان كده بنجد إن حشرات القراد أكبر من أعداد الثور انتهت حلقتنا اللي تكلمنا فيها على السلاسل والشبكات الغذائية اللي ممكن تجد العديد من المواطن الطبيعية اللي موجودة حوالينا وتقدر بسهولة ترصد العلاقة بين الكائنات الحية ضمن نطاق السلسلة والشبكة الغذائية إن شاء الله أنتظركم في الحلقة القادمة اللي هنناقش فيها موضوعات جديدة أتمنى تكونوا استفدتم من حلقتنا أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته